اهلا بكم مشاهدينا ببرنامج سحر الهوين كل عام وأنتم بخير سنة جديدة سعيدة علينا يا رب ونكون محققين فيها كل طموحاتنا وأحلمنا ممنسبة بقى تحقيق الأحلام والطموحات والأماني طبعا احنا داخلين على سنة جديدة سنة عشرين عشرين احنا قررنا النهاردة ان احنا نجيب فكرة ونجيب هانم لها سحر خاص من نوع فريد في تحقيق أحلامها انا ويعني احنا بنتفرج كده على الفيسبوك لفت انتباهي اسم صفحة اسم الصفحة هي بيوتي سنتر ديليفري طبعا يعني اسم شدني فانا قلت لازم ابعت دعوة للصفحة دي واشوف الفكرة بتاعتها ايه لقيت الفكرة انهم عاملين ان هما زي بيوتي سنتر كده بس بدل ما هو ليه مركز خاص هما بيروحوا في البيوت فقلت لازم ان انا اشوف طبعا انتوا عارفين ان كل الحاجة دلوقتي اونلاين ودليفري كل حاجة حابب تشتريها على الفيسبوك هتلاقيها دليفري بتجيلك دليفري كل حاجة بتشوفها طبعا في ناس كتير ما عندهاش ثقة في الحاجات اللي هي بتتباع اونلاين على الانترنت بس في ناس كتير بتتظلم لان في ناس كتير بتبقى عندها يعني منتج كويس وبيبقى عندهم خبرة وبيبقى عندهم منتجات افضل فانا قلت النهاردة ان انا لازم استضيف ضيفة تكون عندها فكرة جديدة ويكون عندها طموح واماني واحلام عايزة تحققها ضيفتنا النهاردة هتكون صاحبة صفحة بيوت سنتر دليفري زي ما احنا عارفين طبعا ان الفاصل وهنرجع عليكم تاني ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسا مكملين معاكم موضوع حلقتنا النهاردة عن الجمال الدليفري حلقتنا النهاردة زي ما قلنا هتهم كل سيدة وكل بنت بتبحث عن الجمال وزي ما قلتلكم قبل الفاصل ان احنا هنتكلم عن الجمال الدليفري يعني ايه جمال دليفري ده بقى اللي هتقول لنا عليه صاحبة صفحة بيوت سنتر دليفري اهلا بتكتن انوش صاحبة بيوت سنتر دليفري اهلا بحضرتك ازايك حبيب قولنا بقى قولنا جاتلك منين اسم الصفحة لان طبعا اسم الصفحة شدني وانا مبسوطة جدا ان حضرتك قبلت الدعوة وجتي هو اسم دليفري اصلا معروف ان هو يعني حاجة دليفري طبعا اه فكرتها جت او اسمها جي من ناحية ان انا كان دايما كنت بشتغل في بيوت سالون كتير قوي اسماء كبيرة ومعروفة مشهورة في القاهرة وسكندرية وشرم الغردقة في كذا مكان طبعا بدأت ان انا في كذا عميلة كانت بتشتغل معايا بيعرضوا علي ان انا اروح لهم البيت وان انا اعمل لهم الشغل في البيت بيبقى عندهم الوقت بيبقى مضغوط اللي عندها مثلا بيب زغير اللي عندها مثلا اطفالها فيه امتحانات فيه ناس كبيرة بيبقى عندها الوقت طبعا صعب ان هي تنزل فبيبدأوا يعرضوا علي ان انا اروح لهم البيت فبيبقى بالنسبة لهم ده كده افضل لقيت الفكرة كويسة طب ليه مثلا ان انا ممكن ميبقاش عندي مثلا عدد كتير من العملة بدل ما انا عندي عشرة او عشرين بس لا ممكن يبقى عندي عملة كتير جدا ويبقى فيه ناس كتير او معايا بدأت ان انا الفكرة جات لي من هنا عايزة تحققية بقى طموحك بقى وامالك وكده اكيد طبعا وغير كده اصلا كمان ان احنا الطموح والاحلام دي بقيت عند الشباب اصلا يعني بقيت صعبة قوي ان انت عشان الواحد يعمل مشروع ويتكلف تكلف المشروع معاك تبقى مكلفة جدا اي مشروع دلوقتي عشان الواحد يعمله بيبقى مكلف معاك كتير قوي وبالذات البيوتي سنتر كتير عشان كمان تعملي بيوتي سنتر يعني على حاجة مستوى وفي مكان كويس بتتكلف كتير قوي جات لي الفكرة من هنا بدأت ان انا اعمل الصفحة والحمده اللي ربنا وفقني فيها بقى عندي عدد عمل كتير جدا والحمده اللي ان شاء الله ببرطعي بقى اكتر واكتر طبعا طبعا اللي شجعك ان انت عندك خبرة لده طبعا اكيد طبعا انا عندي خبرة في المجال كتير قوي انا بقى لي 17 سنة اصلا في السالون طبعا يعني انت بتقولي للناس ما عندكمش حجة اللي ما عندوش وقت اللي ما عندوش وقت ما عندوش اي حجة انا اجيله لغاية عنده يبقى الجمال ديليبري احنا عرفنا ازاي دلوقتي معنا كلمة الجمال ديليبري ماشي يا حبيب تقولي لنا ايه الخدمات اللي بتقدميها الخدمات اللي انا بقدمها بعمل سبغة وبعمل لايت بعمل باديكير ومانيكير تركيب رموش تركيب ضوافر بروتين كرياتين كل حاجة بتشوفيها في السالون او السالون بيقدمها انا بقدمها تنظيف البشرة بمتنقلة يعني بيوتو السالون متنقل ايه دليبري جديد بالضبط هو ده بقى دليبري الجمال اللي كنا نتكلم عنه ومش فاهميني يعني ايه دليبري جمال دليبري جمال موجود في بيتك ايه طبعا طب قولنا بقى انت كسبتي سقط العملة ازاي وخصوصا ان في ناس كتير بتروح بيوت سنتر وبيكون ساعات مشهور بس ما بتلاقيش نتيجة فعالة لأي حاجة يعني مثلا لو راح تعملت تنظيف بشرة مش بتلاقي النتيجة فعالة راح تعملت بروتين ما بيعجبهاش طب درجع لإيه ده بيبقى راجع للخبرة ومصدقية المنتج كمان اللي احنا بنشتغل به يعني الخبرة بتتعلمك ازاي تعرفي البروتكت اللي انت بتشتغل بيها دي هل هي حاجة كويسة او حاجة فيه منتجات بتنزل السوق كتير يعني الوقت اصلا لو احنا بصنا للسوق هنلاقي منتجات كتير قوي في كل حاجة من ناحية الكرياتين من ناحية السبغة من ناحية البروتين من ناحية اي منتج بينزل فيه منتجات كتيرة بس فيه منتج بينزل حاجات كويسة حاجات اللي انا بشتغل بيها كلها مستوردة دي طبعا بتبقى راجعة للخبرة بتاعتي ان انا اشتغلت بحاجات كتيرة جدا فبيبقى عندي خلفية اقدر حدد ايه الحاجة اللي هي بتضر والحاجة اللي هي بتفيدك بعد كده يعني فيه يعني فيه ناس بتعمل بروتين مثلا المادة نفسها بتأثر بعد كده بتجيب تساقط الشعرية نفسها بتبدأ تخف بتضعف لأ انا بشتغل بمنتجات كلها مستوردة والمنتجات كلها بتاعتي بتدي فعالية بعد كده بالعكس بتتقل الشعر بتزبط الشعر معاك طبعا انا فعلا اللي خلاني ان انا ابعتلك الدعوة ان انا لقيت ناس كتير بتشكر فيك بس تغربت قلت ازاي يعني مفيش مركز تجميل وان هو دليفري وازاي بتشكر فيها درجة علي ايه طبعا قلتنا المنتجات بتاعتكم كويسة والخبرة بتاعتك كويسة الحمد لله ربنا يوفاقك الحمد لله طيب كلمينا بقى قولنا بقى عن بكت جي العروسة اللي عندكم بتعملونها ايه بتعملوا ايه و ايه و ايه بس يا العروسة دي لوحدها اصلا عايز اقولك حكاية يعني كل عروسة ويبقى ليها حكاية طبعا يعني في عروسة دايما في واحدة مثلا بيبقى شعرها اصلا قولي دي هو الواحد ونيعمل بتبقى حبة حبة مثلا تعمل بس تغيير تعملوا لايت او لايت او تعمل لون سبغة بس واحد يعني بيبقى في كزا حاجة يعني انا على الباكت جيات عندي كزا باكت جي كل عروسة بقى كل عروسة ما انا بقولك لسه العروسة دي عمتا حكاية وكل عروسة بيبقى ليها حكاية ايه خاصة بيها يعني طب الباكت جي السابت عندكم ايه الباكت جي السابت عندي انا عندي الباكت جي الهوى الدهبي الدهبي ده بيشمل بروتين لو الشعرية اللي هي نعمة فبندي بس بروتين حاجة تغذية ولو مثلا حابة ان هي تعمل تغيير لون لون واحد بس بنغير لها لون حابة ان هي تعمل لون واحد وعليه مثلا لايت او خصلات او حاجات خفيفة كده مثلا مش حاجة بسيطة اوكي ما فيش مشكلة بيبقى فيه طبعا معي شامل معي تركيب رموش وتركيب دوافر وتنظيف بشرة والميكوب والبديكير والمنيكير طب كلمينا بقى عن مراحل تنظيف البشرة مراحل تنظيف البشرة تنظيف البشرة ده بصي هاجر فيه ناس كتير قوي انا عشفتها يعني بتعمل تنظيف البشرة ده بطريقة يعني مش بتعجبني انا بالنسبة لي تنظيف البشرة ده يعني علشان خاطر ابدأ تنظيف البشرة صح رقم واحد ان انا ببدأ انضف البشرة كويس جدا بقطنة وميت ورد اول حاجة بنضف البشرة كويس جدا وبعدين ببدأ احط عليها البخور بسيب البخار مثلا من 10 دقائق ل13 دقائق وبحط مع البخار مادة بتبدأ ان هي تليل البشرة بيبقى فيه بزور سودا والحبوب اللي هي بتبقى في البشرة دي في الوقت البخار ووقت المادة دي محطوطة بتبدأ الحاجات دي تلين معاك بتبدأ بقى أنا بشتغل بيبقى معايا جهاز بشتغل بيه بطلع كل البزور السودا او الدون اللي بتبقى في البشرة وبعدين ببدأ اشتغل بقى المسكوات بتاعتي اول حاجة بشتغلها بتبقى الاسكراب طبعا علشان خاطر انتي خلاص خرجتي من مرحلة البخار فبتبقى البشرة معايا كيطارية بتبقى عايزة بقى تشيل طبقة الجلد الميتة والهالات السودا وكل الحاجات اللي هي مستلقيها طبعا البشرة من الجو ومن الطراب والكلام ده كله بنشيل ده كله وبعدين بنبدأ نشتغل في مرحلة تانية بعدها ترتيب وحاجات بقى بتقفل المسامة طب احكينا بقى بتعملي في تنضيب البشرة كم مصك؟ كل بشرة بيبقى لها مصكات معينة يعني كل بشرة بيبقى لها مصكات معينة في بشرة بتبقى محتاجة مثلا ست مصكات في بشرة بتبقى محتاجة خمس مصكات بس هون مقسوم خمس مصكات لازم يتحطوا في تنضيف البشرة وده بتفرق في التكلفة من نوع بشرة البشرة ولا هي تكلفة تنضيف البشرة واحدة بس اهم حاجة انتي بتشوف البشرة اللي قدامك هي محتاجة ايه يعني لو بشرة دهنية مثلا تستعملها انواع مصكات بتعمل ايه يعني بشتغل معاها كل اللي أنا قلته لحضرتك دلوقتي وفي الآخر ببدأ إن أنا أشتغل حاجات تجف في البشرة شوية طب لو بشرة جفة لو بشرة جفة بشتغل العكس برضو حاجة تخلي البشرة تبقى طريق طب قولنا بقى مما إنك خبير التجميل قولنا إزاي نعتني ببشرتنا يوميا طبعا إحنا بنروح الشغل وبنجي من الشغل وبنخرج في الشمس وطراب وإنتي عارفة طول اليوم بنبقى مجهدين وبشرتك بتعرض للهوى والأتربة طب قولنا نعمليه تنظيف البشرة ده أصلا بيتعمل يعني المفروض يتعمل كل شهر ده بيحافظ على بشرتك اللي أنت بتعمليه بقى في البيت لإنه طبعا فيه ناس كتير قوي صعب إن هي تروح مثلا الصالون كل يوم أو إن هي تطلب ديريفر كل يوم طبعا فده أنت يوميا بتخسلي وشك عادي اللي هو بالغسول بتاعك وبتبدأ تحط قبل ما تنامي بتحطي فيه زيوت وحاجات كده بتتحطوا معينة للبشرة قبل ما بتنامي طبعا كل يوم أي حاجة بترتب طبعا مفروض ماكسوم برضو كل أسبوع تعملي ماسك حتى اسكراب السكرابات دي بتشلك اللي أنت طبعا طول الأسبوع بنحط ميكاب بنخرج نتعرض للشمس للهوى للتراب زي ما أنت ما قلت البشرة بتتراكن عليها حاجات والمسان بتشرب برضو حاجات إحنا اللي إحنا بنعمله والسكراب اللي إحنا بنعمله الأسبوع ده بيشلك كل الطبقات الجلد تشربها طيب قوللنا مراحل بقى مش مراحل قوللنا الشعر نعتني بازاي اللي اعتنق بالشعر فيه ناس كتيرة قوي بتفهم اللي اعتنق بالشعر ده حاجة غلط إزاي بقى أنا مش معنى أن أنا اعتني بشعري أن أنا أفضل طول الوقت أغسله وحط فيه حمامات كريم وحط فيه زيوت وحط فيه مش عارف إيه لأ ده غلط طيب الشعر أصلا في الشتاء مقسمون أنه ما يتغسلش أكتر من خمس مرات طيب كل خمس أيام بيتغسل مرة طيب يعني كل خمس أيام مرة كل خمس أيام مرة يعني ممكن كل أسبوع ونص مرتين طيب ليه هقولك ليه لأن الميا كلها كلور طيب والشامبهات برضو اللي إحنا بنستخدمها مهما كان نوحها يعني حاجة كويسة كويسة برضو بيبقى فيها مواد يعني كوية أو حاجات اللي هي كيميوي وكده طيب فدي بتنشف الشعرية وبعدين في حاجة تانية الشعرية أصلا في المسام بتفرز معاك دهون طيب الدهون دي أصلا بتغلف الشعرية معاك بتحفظ لك الشعرية المفروض أني أنت تدي وقت للدهون دي أن الشعرية تكتسب منها الفايدة اللي هي طلعة طيب ما ينفعش أني أنت لسه الدهون لسه طلعة الشعرية تبدأ تغلف الشعرية وتقوم يغسل شعرك وغسيل الشعر برضو في حاجة تانية ما نفعش ان احنا نغسل شعرنا جمد يعني الغسيل اللي هو فيه ناس بشوفها بتمسك شعرها ان ما كانش يزيق في ايديها ما تسيبهوش ده طبعا بيعمل ايه بقى يعني ايه اضراره اضراره هو بينشف الشعر يعني المفروض في توقيت الشتاء نغسل شعرنا كل مثلا اربع ايام او خمس ايام وفي الصيف كل تلات ايام طب بالنسبة للمحجبات بيشتكوا دايما من تسقط الشعر علشان خاطر هما بس انا طول الوقت لفها الحجاب في شغلي او ان انا خارجة مثلا بيجيب ولادي من المدرسة او المشوار اللي انا بروحه طول الوقت لفها الحجاب وبروح البيت زيما انا شعري لماه وصيبه مش بعتم بي المفروض ان انا روح البيت افق شعري اشيل التوكة اشيل الطرحة وفق شعري وقلمه مثلا بتوكة كده خفيفة اسيبه يتهوى المفروض ان هو الشعر ده روح لازم تسيبين ان هو ياخد نفس طبعا ده اللي بيأثر على الشعر اللي هو اصلا بيخليهم طول الوقت لما شعرك بتوكة غلط ما يبقاش طول الوقت كتمة اصلا بالحجاب وتيجي تروح البيت الوقت اللي انت نفسك بتاخد فيه نفس مش مدية شعرك فيه نفس طب قولنا بقى فيه سبب من الاسباب الكتمة دي بتعمل تساقط اكيد كتير صح تساقط ونشفان طيب والتسريح طريقة التسريح ممكن تخلي الشعر يتساقط فيه ناس بتسرح شعرها بطريقة عنيفة ومفروض ان انا بخسل شعري طريقة التسريح الصح ان انا بخسل شعري في الحمام وبحط عليه حمام الكريم او البلسم الكوندشان اللي انا بحطه وببدأ ان انا سلكه حاول على قد ما اقدر بمش تيكون واسعة السلان بتاعته تكون واسعة لما بخرج بره الما باجه اسلك اصلا الشعر بلاش اجيبه من فوق يعني بلاش اجيب الشعر من كده لا باخد الاطراف بالروحة كده اتعاملي مع الشعرية كأنها روح يعني الشعر بتتنفس فعلا يعني انا بشوف اغلبيتنا بيبقى من الهم المحجبات لابسين على طول الطرحة وكمان بيلبسوا كذا نوع طرحة فوق بعض كذا طرحة وبندانة من تحته مش عارف ايه وحاجات كتير تنصحين بأنواع الطرح تكون ايه الاقطان اول حاجة لازم هي المباشرة على شعرك لازم يكون قطن اول حاجة مباشرة على شعرك تكون قطن بعد كده عملي اللي انت عايزي اي نوع حطيه طيب قولنا كده نصيح اخيرة للبشرة وقولنا نصيحتين كده للشعر نصيحة للبشرة نحاول ان احنا ما نستخدمش اي حاجة ونكون مش عارفين مصدرها كويس ايه وبلاش اي حد يوصف لنا اي وصفة نروح نعملها لان ده برضو بقابل منه كتير قوي الوصفات دي بعاني منها كتير في حاجة تانية برضو حتة الناس اللي هي بتعمل واكس كتير قوي في الوش بلاش يعني كل ده بيأثر على الوش ومنتجات الميكب اللي هي مش معروف مصدرها والحاجات الميكب اللي هي مش معروف مصدرها دي برضو بلاش ونحاول برضو يعني مش دايما يعني الميكب يعني حاول نعمل حاجات سيمبل في خروج مثلا الشغل او الوقت بالنهار ده تبقى حاجات خفيفة وقللهم بقى ونحط برضو في الاول حاجة تبقى مغلفة البشرة فيه كريمات فيه انواح حاجات بتتحطي على البشرة في الاول حاجات معروفة دي بتتغلف البشرة بعد حتى لو حطيت كريم اساس اوه حاجة بعد كده بتحافظ لك عليها انا عايز اقولك ان حلقتنا تقربت تخلص بس قبل ما الحلقة تخلص عايز ااخد منك وعد ان يمتي جيلنا تاني لاننا برضو الحلقة كانت سريعة جدا وما الحقناش ان احنا نتكلم في كل حاجة بالتفصيل وقلنا كده امنية بقى قبل ما 2019 تنتهي وامنية للجاي امنية للجاي ولل رايح يا رب اتمنى ان كل الشباب وكل البنات يعرفوا يفكروا بطريقة صحة ويعرفوا ان هما كل واحد يستغل الحرفة او المهنة اللي هي عنده ويبدأ يعني يستغلها في المكان الصح الحياة جميلة واحنا ممكن نقدر نعمل حاجات كتيرة اوه في حياتنا وفي ايدي ان انا ممكن اغير حياتي كلها من غير تكلفة من غير اي حاجة تمام اعزائي المشاهدين هتوحشوني استنوني الحلقة الجاية في سحر الهواني السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة